السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياكم في جنة الفردوس اللهم أمين ما زلنا في حديثنا عن السابقين يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمنا في الحلقات الماضية نهذا الحلقة رقم 13 كلمنا في الحلقات الماضية عن أمثلة ونماذج عالية جدا من الصحابة عندهم إيجابية عالية جدا هم عالية جدا لخدمة الدين هم عالية جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله قدموا كل خير واستحقوا أنهم يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يا جماعة يعني سبحان الله وذلك الجيل ده كان جيل فريد لأسباب كتير جدا أن أول سبب من أسباب أن يكون هذا الجيل بهذه المنزلة العالية والمرتبة في السامقة أنه هم دول الجيل دول اختيار الله اختيار الله عز وجل ربنا اللي اختارهم عشان يكونوا أصحاب النبي على السلام وعشان هم اللي يحملوا الأمانة ديت ويحملوا الدعوة ديت ووصلوها للكون ده كله الحاجة التانية من أسباب أن الجيل ده يبقى جيل فريد بالمنظر ده أن هم مروا بتجربة فريدة جدا يعني على سبيل المثال مروا بمراحل نزول آيات القرآن أسباب النزول وفلان ده نزلت في الآية فلانية يعني على سبيل المثال كده عايزك تتخيل المرحلة العالية ديت تتخيل حضرتك لو أنك أنت مثلا مكان على سبيل المثال عبد الله بن المكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى النبي عسام بيكلم سادة كريش وجاء له عبد الله بن المكتوم بيسأله في بعض الأشياء النبي عسام يعني هو أحد من النبي غلط صلى الله عليه وسلم النبي اختار الأمر بخلاف الأولى بخلاف الأولى صلى الله عليه وسلم فحس أنه في الوقت ده مش هنفع يكلم عبد الله بن المكتوم لأنه يكلم سادة كريش ولعله عسى أنه يوافق في هذا الوقت ساعة قبول للدعوة فتكون نصرة لإسلام أن سيدة كريش يخشه في الإسلام فأعرض بعض الشيء عن عبد الله بن المكتوم فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله الزكى إلى آخر الآيات فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في بعض الوايات وكان ضعف بعض أهل العلم أنه كان إذا لقي عبد الله بن المكتوم يكون له أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه تخال حضرتك لو أنت مكان عبد الله ابن أم مكتوم هو بتصلي قيام الليل وبتقرأ قول المولى عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى فبتقولي أيها الآيات نزلت فيه أنا كيف يرتفع إيمانك تخيل حضرتك لو أنك أنت مثلا يعني جار لسيدنا أبو بكر الصديق الذي نزل فيه قول المولى عز وجل حينما أعطق بلالا سيدنا أبو بكر كان يمر على بلال فيجده عمال يعذب في رمضاء مكة تخيل حضرتك وسيدنا أبو بكر لم يكتفي بس بمجرد يعني مصبصت الشفايف وإن لله وإن لله يراجعون أبدا في ساعتها بلال عمال يعذب والراجل يقول له آلات والعز إلهاني من دون الله فيقول بلال أحد أحد فيقول أبو بكر ينجيك الله الواحد والأحد ويروح ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتر العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فهي المنافقون يقولوا إيه بس ده ما أعتقى أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال عنده ده هو بلال تريد يقدم له معروف فهو حبي يردله المعروف ده فينزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فتخيل نفسك مكان أبو بكر وهو بيقرأ الآيات ديت وعارف الآيات دي نزلت فيه هو كيف يزداد إيمانه تخيل نفسك لو أنك أنت جار لأبي بكر وبتسمع الآيات دي وطول أيها الآيات دي نزلت في جاري تخيل إيمانك يزداد إزاي تخيل نفسك كده لما تكون مكان سيدنا زيد بن حارفة وهو الصحابيه الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة فلما قضى زيد منها وطرا يعني من زينة بن تجحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكهم تخيل وما بيقرأ الآيات دي إحساس أن يكون عامل زايا تخيل زينة بن تجحش ويتقرأ نفس الآية منها يعني مين؟ يعني من زينة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكهم من ضمن التجربة الفريدة انهم عاشوا مع النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا ومجرد ان انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بس فقط ولو في المنام ده يعتبر حدث عظيم جدا في حياتك فما ظنك بقى وانت مش شايف النبي بس في المنام لا شايفه في الحية وبتتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نعمة ومنقبة عظيمة جدا جدا في حيات هؤلاء الصحب الكرام ضمن الاشياء اللي خليتهم جيل فريد انهم شافوا بعض المعجزات الحسية التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من رأى الملائكة في سورة البشر يعني في حديث الاذراء المسلم لما جبريل عليه السلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الاسلام وما الايمان وما الاحسان ثم لما ذهب جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم طبعا منقبة عظيمة جدا ومنهم من كانت الملائكة تسلم عليه تخيل حضرتك في الحديث الذي رأوا مسلم أن أحد الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم ويعني لما بيحكي وبيقول أنه قد سلم عليه يعني لك أنت تخيل أن الصحابة هذا الصحابي الجليل كان عنده مرض معين كده وكانوا يقولوا لابد أن تكتوي تعمل كي في المنطقة دي فكان بيرفض فمرة في اثنين في ثلاثة حد بيرفض فكانت الملكة تأتي وتسلم عليه في الصحر كما قال الحفظ بن حجر فبعد مرور فترة معينة تعب فاكتوى فامتنعت الملائكة من التسليم عليه ثم ترك بعد ذلك كيف عاد التسليم مرة أخرى إلى هذا الصحابي الجليل لك أن تتخيل لبعض الصحابة سلمت عليه الملائكة يعني ذي حارثة بن نعمان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ولما مر حارثة بن نعمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا حارثة أما إني كنت وقفا مع جبريل وقال أما إن حارثة لو سلم علينا لرددنا عليه السلام ومنهم من كانت الملكة تأتي وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل بتاعتهم زي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما صح ذلك في الحديث الذي روه مسلم لما عند موت خديجة أو قبل موت خديجة بأربع خمس أيام يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أطعام أشراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب يا الله اشتخيل بقى الصحابة بيمروا بالتجربة الفريدة بي تخيل لما كانوا يشوفوا النبي السلام بيخبر ببعض الغيبيات لأن الغيب يا جماعة الإطلاق لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ده استثناء إلا من ارتضى من رسول فإنه إيه يسلك من بين يده ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الغيب على الإطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لكن قد يظهر الله عز وجل بعض الغيبيات لنبي من الأنبياء عشان يخبر بها أمته كما أخبر المولى عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات يعني على سبيل المثال نوع السلام يخبر عن بعض علامات الساعة الصغرى والكبرى أخبر بالك وإحنا شفنا علامات الساعة صغرى كل علامات الساعة صغرى معدى أربع أو خمس علامات على خلاف بين أهل العلم كلها ظهرت معدى ذلك وكنت يمكن أورطت ذلك في كتاب رحلة للدار الأخيرة إن علامات الساعة صغرى تسعة وخمسين علامة ظهر منها حتى الآن حوالي أربعة وخمسين أو خمسين علامة وبقية علامات بسيطة ستظهر ملازمة لعلامات الساعة الكبرى وأخبر النبي عن علامات الساعة الكبرى عشر علامات عشر علامات وبعدها تكون القيامة علامات الساعة صغرى التي لم تظهر وستكون موافقة أو مواكبة لعلامات الساعة الكبرى منها على سبيل المثال رفع القرآن رفع القرآن من مصاحف الصدور ثبت ذلك في حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم يقال يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب التوبال علي النقوش كده ورسومات مع الغسيل مع ذه بتروح وحدة وحدة فلن أع sci- prompts يقال يدرس الإسلام الإسلام هيبتدي يعني ينتهي وحدة وحدة كده حتى ما تقوم الساعة يوم القيامة لا تقوم على واحد مسلم كما صحى ذلك الحديث الذي لوكون مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق فهم زي إلا على شرار الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يذكر الله عز وجل قرب الساعة فتقوم الساعة على شرار الخلق قل بالك يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة قل بالك بقى ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية يصبح الناس قرب طبعا علامات اليوم واليوم اللهم لا تجعلنا ممن يحضرون هذا اليوم يعني قرب قيام الساعة الناس تيجي تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقي الورق أبيض يدور في صدره عن آية لا يجد آية ليه؟ لأن الشرار الخلق هيكون هما اللي موجودين في الوقت ده فلا يستحقون وجود القرآن بينهم من ضمن علامات برضو الصغرى هدم الكعبة كما صح ذلك في الحديث الذي هو البقاري المسلم يهدم الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبش أيضا حتى جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لك أني أنظر إليه الآن وهو ينقض الكعبة حجرا حجرا قبلك وصف النبي شكله أنه أفحج لكذا آخر يعني الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تخيل بقى من ضمن علامات الساعة الصغرى ودي آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين بكل لين ورحمة حتى أنه لو دخل وتحصن في جبل لا دخل تجريح وراءه حتى تقبض روحها حتى لا يبقى في الأرض موحد على وجه الأرض وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام فتقوم عليهم الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أننا بنتكلم عنها حينما نتعرض بقى للأحاديث بتاعت الفتن موضوع كبير جدا جدا نتكلم عنهم إن شاء الله في رحلة إلى الضار الآخرة شاهد في الموضوع إن سبحانه الملك إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذه العلامات أخبر بهذه العلامات والصحابة عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابة يعني لدي مثال فاكر أنت لما تكلمنا في الحلقة الماضية أو اللي قبلها عن سرية موتة النبي عسام كما صحب في الحديث الأدلال البخاري النبي وقف وصف الصحابة يا جماعة وبيقول خب بالك النبي فين في المدينة وسرية موتة على بعد حوالي ألف ميل والنبي عسام يقول ليه أخذ الراية زيت زيت بن حرفة فشاط في رماح القر فأصيب خب بالك ثم أخذها جعفر بن نبي طالب فأصيب النبي عسام خب بالك بيقلهم الأحداث دي على الهوى مباشرة لا بأقمر صناعية ولا كان فيه موبايلات ولا كان فيه أي حاجة موجودة في عهد النبي عسلام والنبي عسام بيقلهم كلام ده من خلال وحي أخذ الراية زيت فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل ثم أخذها عبد الله بن روحة فأصيب ثم أخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه لو خالد ابن الوليد طبعا الكلام ده كله نبي عسام بيقوله والصحابة عادين وعرفه بعد كده لما جيش رجع بعدها إن ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات كتيرة جدا من أمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا جيل فريد جيل شاف كل الحاجات دي كلها أمام عيني تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميلة التي يعني عاشها الصحابة في إيجابية شديدة وعلو وهمة غير يعني فوق الوصف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل أظن لي مش محتاجة تعليق صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده أبو طلحة الأنصاري في جيش مسلم مجرد أن يتسمع صوته في أرض المعركة ده أفضل من ألف رجل موجودين في المعركة حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه خدت فعلك يعني إن كان ده صوته بس كده أفضل من ألف رجل ومال بقى قوته ودراعاته وصحته وعزمته وصيفه تساوأت ده يعني إيه الموضوع ما يتأسي كده خارز من مرة تعالي نشوف موقف تاني موقف الصحابة رجل الله على مرضهم شباب الصحابة عشان الهمة تعالوا مرة بعد مرة إحنا دلاته اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمة تعالوا أكتر وأكتر إن كنت في أول رمضان قدرت إن ربنا يكرمك وتختم القرآن في ثلاث أيام عايزينك تختمه في يومين؟ عايزينك في النص التالي تختمه كل يوم عايزينك تختمه كل يوم مرتين اجتهد اجتهد وما فيش حاجة أبدا صعبة وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه ولقد يسرنا القرآن للذكر وإحنا شفنا ناس كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم القرآن في رمضان تلاتين مرة تلاتين مرة واتصلت بي أخته والله من دبي أقسمت بالله إنها ختمت القرآن في رمضان قبل اللي فات ده ستة وعشرين مرة فالأمر يسير يا جماعة وإحنا عارفين إن شهر رمضان ده شهر القرآن ولذلك إن بعض ناسنا بتقول إيه بس النبع السلام قال يعني إن القرآن لا يفقر القرآن من ختمه أو من قرأه في أقل من ثلاث أولي صح لكن علق الإمام الذهبي وضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطعم فشهر رمضان هو شهر القرآن كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة النساء إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعم كانوا مكرسين حياتهم كلها في شهر رمضان ده لقراءة القرآن ومدرسة القرآن رضي الله عنهم ورضوه حتى كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكان من ضمن العلامات التي أشارت إلى قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين هتبالك فده كان من ضمن علامات قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام في فتح مصر طبعا سيد عمر الخطاب بعت عمر بن العاص علشان يفتح بلاد مصر وكان فتح بلاد مصر كانت بارك على اهل مصر سيدنا عمر بن العاص رح يفتح بلاد مصر كان الجيش متحصن في حصن بابليون جيه يفتح الحصن معرفش يعمل ايه رح بعت ورقة لسيدنا عمر الخطاب اريده منك ان ترسل لي اربعة الاف رجل قبالك عمر الخطاب عمل ايه رح بعت له فعلا اربعة الاف رجل ومعهم رسالة وصلت رسالة لعمر بن العاص فتح الرسالة لقى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمر بن العص سلام الله عليك ورحمته وبركاته أما بعده فلقد أرسلت إليك أربعة آلاف رجل على رأس كل ألف رجل رجل بألف رجل واضح الكلام بيقوله أنا بعتلك أربعة آلاف على رأس كل ألف في واحد الواحد ده بالألف الوراء كان من ضمنهم مين الزبير بن العوام الزبير بن العوام خبت بالك بالحاجة أمير المؤمنين عمر بالبلد كده مش أي حد يعجبه يعني يعني عمر الخطاب معروف أنه هو عمر يعني مش أي حد يدخل دماغه فكون أن يقولك أن الزبير بن العوام بألف رجل يبقى عندنا احنا بمليون صح ولا لا؟ آه يعني الزبير بن العوام حاجة تانية خالص يعني الزبير بن العوام عمل إيه يا جماعة بفتح مصر والله العظيم موقف يعني لولا صحة النقل ما كانش حد يصدق الكلام ده أول ما وصل لقى الجنود وقفين في إيه أبدا ده الناس جوه الجيش المصري يعني متحصن جوه حصن بابليون قال لهم بس خلاص مفيش حاجة واحدة بس تعمله إيه هو إيه يا زباير قال لهم بس هاتوا سلم وحطوه ووصلوه حد آخر الحصن وطلعوني على السلم ده ورموني جوه بس وخلصت المسأر نرميك فين؟ جوه جيش؟ آه ملكوش دعو يعني ده جيش يعني جيش دولة أخذ بالك يعني واحد عايز يترمي في وسط جيش دولة ملكوش دعو بس بتعمله كده وملكوش دعو بالفعل طلعوا الزباير ابن العوام فوق الحصن بتاع بابليون وراح ورمينه جوه الحصن لك أنت تخيل أنت بتفكر الرواية ديت وبتعد عنك كده آه يعني دخل نطف هو الحصن ونزل وخلاص وفتح الباب وانتهت المشكلة لأ أنا عايزك بس تفكر بس في موضوع كويس أولا الحصن عالي جدا جدا فهينوت ونازل في وسط جيش الجيش ده يقدر بالألاف خب بالك فوق ده كله هو راجل لوحده فوق ده كله المكان عالي أنا ممكن ننزل يموت في ساعاتها من غير ما يقاتل أليه حاجة لا نزل قفز الزبير ابن العوام بعد أن سمى الله عز وجل وتوكل على الله نزل وقفز أول ما قفز مسك السيف وظل يقاتل من خلف الحصن الجيش اللي خلف الحصن يقاتل ده ويدرب ده ويعور ده ويقتل ده حدا ما وصل للباب ورح فتحه أول ما فتح الباب يا جماعة وفتح الحصن دخل الجيش المسلم قتال قتال ما شاء الله حدا ما انتصره وفتحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وكان دخول عمر بن العاص ومن معه من المؤمنين كان بركة على أهل مصر حتى يسلم كل مصري على أرض مصر يعني سبحان الله اسلام كل من أسلم على أرض مصر في ميزان حسنات عمر بن الخطاب ومن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن العاص ثم الزبير بن العوام ثم من كان معه من المجاهدين في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى لدارة انه كان من ضمن الحياة الجميلة جدا التي كانت بركة من بركات دخول عمر بن العاص إلى بلاد مصر انه كان من عادة أهل مصر في هذا الوقت انه كان لما بيجي شهر بقونا شهر من أشهر العجم كانوا يعملوا ايه كان نهر النيل يعني كان بينزل لدرجة انه خلاص يكاد انه يكون مفيش مياه خالص في النيل كانوا يعملوا ايه كانوا يجيبوا جارية جميلة يشتروا بنتي يعني جميلة جدا من بين أبويها يشترواها مثلا بكم بألفين تلاتة بمئة ألف بمئتين ألف يعني كانوا بيغرقوهم فلوس ليه لان الجارية دي هتموت كانوا يروحوا الواحد مثلا يلاقوا بنتي جميلة كده يقولوا طب احنا عايزين نشتري بنتك بكم تبعها مثلا بمئة ألف بمئتين ألف فيشتروها ويمسكوا البنت ديت ويخلوها كل جسمها ده كله بتغطي بالدهب يجيبوا العقود الدهب والسلاسر والأساور ويحلوها كلها بالدهب ويرموها في نهر النيل حية عشان يرضوا نهر النيل تخيل يعني تعتقد انه نهر النيل غبان فعشان كده نزلت الماء بتاعته فلما ندي له عروسة جميلة وكده ومليانة بقى بالحلي والذهب والمجوارات أكيد نهر النيل هيرضى عننا فالماء بتاعته تطلع وكان من ضمن الفتن العجيبة ان كان فعلا النهر كان بيطلع ده فتنة ليهم عشان يستمروا على هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى لكن لما دخل عمر بن العاص فجه وقعد في مصر وصل الامر انه وصل لحد شهر بقونا فلقى الناس النهر نزل والناس في غاية الحزن ومدقين وتعبنين وطبعا الناس مش عارفة ايش من غير الماء ده ففجأة لقى الناس جمع مجايبين جارية واشتروها من أسرتها ودفعوا تمانها غالي جدا وبدأوا يغطوها بالذهب فبيقول لهم عمر بن العاصر بتعملوا ايه فقالوا يعني دعا درين كالي مصر ان احنا في الشهر دوت بنجيب البنت ديت واي بنت يعرف نشتريها ونغرقها ده يبوني المهل النيل عشان النيل يرضى عننا ويفيد الماء بتاعته علينا فعمر بن العاصر استغرب الفعل ده وقال ولكن هذا لا يكون في دين الله الكلام ده جماعة احنا أمنا حاجة عندنا العقيدة عقيدة المسلم فالكلام ده لا يكون في دين الله وكلام ده ممكن يكون فيه اشراك بالله سبحانه وتعالى نحن نعتقد ان النيل ده بينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى لكن انتظر حتى ارسل الى امير المؤمنين عمر ارسل رسالة عمر بن الخطاب قال له حصل كذا كذا من اهل مصر والناس فكرة ان النيل هو الذي ينفع ويضر ان المياه التي ستأتي من قبل النيل فعمر بن الخطاب بعدت رسالة قال لقد انصفت يا عمر اللي انت عملت ده هو عين العقل وسأرسل اليك رسالة فاذا وصلتك رسالة ستجد فيها بطاقة فألقي هذه البطاقة في نهر النيل عمر بن العص جاءت له رسالة من عمر الخطاب فلأ مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر يا الله عمر بن الخطاب بيكلم نيل مصر من عمر بن الخطاب الى نيل مصر اما بعد ان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري كنت انت يعني بقى بتجيبنا المياه وبتعيشنا او انت يعني اللي بتعبنا معنا جدعانة يعني فمش عايزين منك لا ماء ولا اي حاجة ان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري وان كان الله عز وجل فاطر السماوات والارض هو الذي يجريك فاسأل الله جل وعلا ان يجريك عمر بن العصر ارى للبطاقة وراح رميها في النيل بسم الله وراح رمي البطاقة اهل مصر لما عمر بن العصر منعهم انهم يرموا الجارية ديت في النيل تاني يوم رحوا مجاهزين المخال بتاعتهم والشيل بتاعتهم وطلعين بره ارض مصر عشان يشوف اي مكان تاني يعيشوا فيهم جاهزوا المخال من بالليل وشيل من بالليل وخلاص معزرين تاني يوم الصبحية بعد صلاة الفجر مباشرة راحوا يبصوا على النيل لقوا النيل فاض الماء بتاعه ستاشر متر يا الله ايه ده ايه اللي حصل ايه اللي حصل حاجة واحدة ان من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله يا جماعة انتم فاكرين يوم ما سعد بن ابو وقاس والكلام ده ايضا كان في عهد عمر الخطاب سعد بن ابو وقاس لما كان رايح يفتح في معركة القادسية رايح يقاتل الفرس في بلاد العراق فلما وصل الى نهر دجلة فلقى السفن بتاعت الفرس كانت راسية على الشط الفرس لما شافه سعد بن ابو وقاس جاي من بعيد على طول راح حلوا للحبال وراح ايه ماشيين بالسفن وعدوا ناحية التانية طب سعد بن ابو وقاس ليس معه سفن هيعمل ايه اتصرف ازاي طب لو رجع معذور يا جماعة معيش سفن والفرس خلاص هربوا مننا هنعمل ايه لكن لا شوف العزيمة وشوف السقة واليقين والتوكل على الله قال سعد بن ابو وقاس للجيش اني عزمت على امر قالوا على اي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد اللي انت هتعمله احنا معك قال اني عزمت على على ان اعبر هذا النهر بالخيول طبعا بقى لو كان في الزمن ده وقائد جيش بيقول للجيش ان شاء الله جماعة احنا هنعبر على النهر ده ان شاء الله بيجيب بالايه بالخيول طب جزاك الله خاني ساعد ربنا بار فيك يعني ان شاء الله مع الفلسلامة وبطمن عليك يعني رنى كده بالموبايل مزد كل ولا رسالة ولا حاجة ان شاء الله نتطمن عليك صح قال لأ 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 حدش متخيل ان انا اعبر النهر ده بالخيل فهم ازاي لكن لأ شوف اليقين اللي في قلوب الصحابة الناس اللي اتربت على النبعين الصفيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني عزمت على امر على اي شيء عزمت عزم الله لك على الرجل عزمت على ان اعبر النهر بالخيل خلاص نعبر معك فدخلوا الجيش مع سعد وابا القاس وراحوا عبروا على نهر دجلة حتى قال الراوي فوالله لقد كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر اعلمين بيكلوهم مع بعض ويدردشوا مع بعض حد واحد فيهم حتى لو بتعويق كان ينزل يجيبوا عاد ويدردشوا مع بعض فلما رأهم يزدجرت قال والله ما تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن فالقى الله الرعب في قلوب الفرس لما رأوا الصحابة بيعدوا بالخيل على النهر قبالة فلما وصلوا الى الشرط التاني يعني قال سعد بن ابو قاس فوالله لو كان فينا رجل واحد في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لاغرقنا جميعا قم في اليقين والتوكل والثبات شيء فوق الخال يا جماعة شيء فوق الخال وبفضل الله كانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الصور الجميلة الحلوة دي لعلوهمة شباب الصحابة في الحلقة اللي جاء ان شاء الله شوفكم بكرة ان شاء الله على خير سبحانك الله ومه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر